عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن حصولها على خمس جوائز للممارسات الفضلة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إيسا الناتق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي قال إن المؤسسة وصلت إلى مستوى متميز في توفير الخدمة المثلى لجمهورها ومواكبة الحداثة والتقدم لتطوير خدماتها وتحسين جودتها بالشكل الذي يعزز توجهاتها ورؤيتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع ومستدام ماليا واجتماعيا هذه المؤسسة الوطنية التي بنت لبنى فوق لبنى حتى غدا بنيانها شامخا صرحا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا وماليا مهما باتت تلعب دورا أساسيا في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني وفي الحماية الاجتماعية لأبناء الوطن وللطبق العاملة بشكل عام ودائما كنا كمؤسسة ولا نزال نؤكد على موضوع الخدمة المتميزة لأن جمهور مؤسسة الضمان الاجتماعي هو الجمهور الأردني بأكمله لا بل كل من يعمل داخل المملكة أصبح جزءا من جمهور هذه المؤسسة ولذلك كانت رسالة مؤسسة الضمان الاجتماعي رسالة موجهة إلى كل أبناء المجتمع دون استثناء والكل يستفيد وينظر إلى هذه المؤسسة بأمل وينظر إلى مستقبل هذه المؤسسة بأمل وطموح أيضا فنريد أن نبقى إن شاء الله عند حسن الظن بنا كعاملين في هذه المؤسسة وأن نكون دائما في خدمة جمهور الضمان الاجتماعي الذي هو المجتمع بأسره حتى نتمكن من أداء هذه الرسالة النبيلة السامية في الحماية الاجتماعية وتعزيز مفاهيم الحماية الاجتماعية في المجتمع ويشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كانت قد حصلت على العديد من الجوائز الدولية من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال الدورات السابقة حمز نايف لمعاني الحقيقة الدولية